موسيقى 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 السلام الخير مشاهدين الكرام اهلا بكم للحلقة الثانية من نقطة ضوء لهذا الموسم موضوعنا ونقاشنا هذا المساء له علاقة بمعركة المرأة المغربية لفرض وجودها ومكانتها داخل المجتمع ونقاشة مجتمعية اخرى مع الدكتورة اسماء بن عدادة استادة علم الاجتماع بكلية الاداب والعلم الانسانية بكلية ظهر المراز بفاس وفاعلاء حقوقية نسائية الدكتورة بن عدادة مرحبا بك شكرا أستاذ جمع شكرا على قبول دعوتنا لما نتكلم الأستاذة بن عدادة عن مجال علم الاجتماع بصيغة المؤنث لا يمكن أن نستحضر اسما وايقونة هي راحلة فاطمة المرنيسي التي رحلت في نوانبر 2015 أسألك بداية أنت التي وصفتها بأنها الأم الروحية للنسائية المغربية راحلة فاطمة المرنيسي هل يمكن القول أنها امرأة لم نعطيها ولم تنلحقها من الاعتراف في المغرب بداية سي جمع أشكرك لأنك افتتحت هذه الجلسة بفتح المجال للحديث عن مرأة وباحثة من حجم المرحومة فاطمة المرنيسي وقبل أن أجيب مباشرة على سؤالك أحب أن أشير إلى أن فاطمة المرنيسي هي باحثة وعلمة اجتماع مغربية كان لها الصبق في إطارة مواضيع للبحث والنقاش في بداية السبعينات في الوقت الذي كان من الصعب جدا المساس بهذه المواضع وأقصد التلاتي المرأة والسلطة والدين فالمرنيسي كانت لها الجرأة لمقاربة هذه المواضع الثلاثة دفعة واحدة وبمنظور جديد وبمنهجية بحث جديدة بحيث أنها كانت تشتغل وفق استراتيجيتين تجعلها تجمع دائما بين الماضي والحاضر بين الواقع وكتب الترات أي أنها كانت تطرح أسئلة على الواقع ولكن كانت مقتنعة أن الأجوبة عن هذه الأسئلة تجد مكانها في التاريخ وفي النبش في التاريخ وفي كتب الترات وكتب الفقه وكانت أيضا تحركها قناعة هي أن المكانة الدنيا التي كانت عليها المرأة ولازالت شيئا ما هي ليس مصدرها الإسلام كنص ديني مقدس بقدر ما تعود إلى التأويلات التي كانت تعطى إلى هذا النص من منظور محافظ ومن منظور رجالي ذكوري لأن الفقه كان دائما صناعة رجالية بامتياز نعم إذن من هذه الزاوية يمكن أن نقول أنها كان لها السبق وكان لها عطاء كثير في هذا المجال هل نالت حقها من الاعتراف في تقديرك؟ في الواقع الإجابة على هذا السؤال تنقسم إلى شقين المرنسي لم تنم الحقها في البداية عملها أي في الثمانينات والتسعينات ولكن أعتبر أنه من نهاية التسعينات إلى الآن أصبحت إسما يفرد وجوده فهي في البداية لم تنل حقها لأن كانت هناك مواقف تعارض تعارض مشروعها الفكري والسبب يعود في رأيي إلى أولا كونها امرأة وأرادت أن تبحث وتنبش وتفكيك نصوص الترات إذن هذه العلاقة لم تكن عادية ولم يتم استقبالها بطريقة إيجابية فربما الاعتراف كان أكثر خارج المغرب منه في المغرب وذليل ذلك الاهتمام بأعمالها وترجمتها إلى عدة لغات عاجل الاعتراف في المغرب نعم إذن فكما قلت أن السبب الأول يعود إلى كونها امرأة والسبب الثاني لأنها كانت تكتب باللغتين الفرنسية والأنجليزية وهذا السبب كان جد مفتعل لأن كان هناك العديد من المفكرين والباحثين يكتبون وينشرون بهاتين اللغتين ومع ذلك كان هناك إقبال على كتاباتهم إذن من نهاية تسعينة الآن كما أشرت أصبحت أعمالها تترجم إلى اللغة العربية وأصبحت الصحافة تكتب عنها وأصبحت وسائل الإعلام تنتبه إليها وأصبح حتى القارئ المغربي متعتش إلى التعرف على مشروعها الفكري كيف قد سؤال مشروعها وعمالها وإسامتها كيف يمكن أن نوصلها للأجيال الجديدة فعلا هذه أيضا نقطة أساسية أعتبر أن الأجيال الصاعدة يجب أن تستفيد من الكم الهائل الذي تركته المرنيسي عدد كبير من الكتب يصل إلى 15 كتاب إضافة إلى الكتب الجماعية التي كانت تشرف عليها فهذا الجيل بالفعلا في حاجة إلى تعرف على كتابات وعلى ما تركته فاطمة المرنيسي وبرأيي لكي يتحقق هذا الهدف هناك مجموعة من الأساليب والطرق أولا يمكن إدراج أعمالها في برامج مقرارات المدرسية سواء في التانوي أو في الجامعة يمكن أيضا الانتباه إلى الجانب الإعلامي أي إنجاز برامج وطائقية حول سيرتها العلمية ويمكن يبدو لي اقتراح فكرت فيه مرات عديدة وهو تحويل بيتها إلى متحف تعرض فيه أعمالها وحاجياتها لماذا؟ ثم لماذا أيضا تنتج حولها فيلم سينمائي أو أشريطة سينمائية ربما تستغل ما يتوفر التقنيات الجديدة للتواصل وما توفرهم الوصول لشارعات كبيرة من الشباب لإيصال هذه الترات بالفعل اقترع عليك دكتورة بن عددة أن نمر إلى نقطة تتعلق بما ركمته المرأة المغربية من مكتسبات تختلف التقييمات على حسب مواقع أو زوايا النظر على الأقل منذ بداية التسعينيات إلى الآن تقييمك إجمالا لما ركمته المرأة المغربية؟ فعلا المرأة المغربية حققت مجموعة من المكتسبات وركمت مجموعة من التجارب في نضالها وفي حركتها المطلبية يمكن إجمال هذه المكاسب وهذه النقاط الإيجابية في الملفات التي طرحتها الحركة النسائية منذ تمانينات إلى الآن ملفات مطلبية تمكنت من بلوغ أهدافها فيما يخص مثلا مدونة الأسرة تغيير مجموعة من القوانين على رأسيها مدونة الأسرة قانون الجنسية للقوطة في مجال سياسي إلى آخره هذه مجموعة من المكتسبات ومجموعة من التغييرات التي ساعدت النساء على الانخراط أكثر في الحياة العامة والمساهمة أكثر في الحياة العامة ولكن لا يمكن أن نتغافل الملفات التي لازلت عالقة والمشاكل التي لازلت مطروحة على رأسها مسألة العنف العنف ضد النساء فالأرقام مخيفة البحث الذي أجرته منذ بيسامية التخطيط يقول بأن 60% من النساء المغربيات تعرضنا على الأقل ولو مرة واحدة في حياتهن إلى أحد أشكال العنف هناك أيضا زواج القاصرات الذي هو في تزايد مستمر فالأرقام تقول بأن النسبة تتزايد كل سنة حتى بعد تغيير مدونة الأسرة فهذا شيء خطير لأن الزواج القاصر معناه أن نقول زواج فتاة لم تبلغ بعد سن الرشد إذا كنا نطمح إلى بناء مجتمع المواطنة ومجتمع الحرية ومجتمع الثقافة فكيف يمكن أن نحمل طفلة في عمر 16 السنة أن تصبح أمًا في حين أن مكانها الطبيعي وهو المدرسة هناك كذلك ربما من يضيف ضعف حضور المرأة في مراكز الصنع القراج كان سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا هل يمكن أستاذة بن عدد أن نفسر كل هذا طبعا الحل لا يمكن تفسير أي ظاهرة بعامل واحد ولكن هل يمكن القول أن العقل الذكورية لا تزال مستحكمة بشكل قوي تجعل تحد من المكتسبات التي تحدت عنها وتؤبد هذه الاختلالات أقول بأنك فعلا وضعت الأصبع على النقطة الأساسية والمحورية وهي الجانب الثقافي الجانب الاجتماعي أي أن المرأة حققت بجموعة من المكتسبات بحكم استفادتها من التعليم بجميع أسلاكي بحكم خروجها إلى مجال الشغل ولكن على مستوى الاجتماعي وعلى مستوى التمثلات الاجتماعية والأدوار الاجتماعية لازلنا نلاحظ طغيان تقسيم الأدوار بين الجنسين ولازلنا نلاحظ بأن المرأة مقسمة بين العمل خارج البيت والعمل داخل البيت وهو عمل كما نعرف عمل غير مرئي وغير مأجور وإن كان هو المؤسس لبناء المجتمع ولبناء الأسرة ثم يمكن أن نضيف أيضا أن العقلية الدكورية تتجلى كما قلت في الضعف وصول المرأة إلى مراكز القرار في فترات تاريخية نشهد فيها ظاهرة جديدة وهي تفوق الدراسة في صفوف الفتيات وفي صفوف الإنات إذن كيف بأن الإنات يصلنا إلى المدارس العليا ويحصلنا على أعلى المعدلات ولكن مباشرة بعد التعليم الجامعي يتوقف طموحهن إذن كل هذا ما رده فعلا إلى العقلية الدكورية التي هي عقلية تحكم قبضتها على المجتمع بفرض سلطة دكورية وللأسف العقلية الدكورية هي عقلية راسخة ومتجدرة في حتى عند بعض النساء تماما فهي العقلية الدكورية لا توجد عند الرجال فقط بل توجد أيضا عند النساء لأن هنا المسؤولات عن نقل القيم والمعايير وتربية أبنائهن إذن فالعقلية الدكورية هي متجدرة في جميع المجتمعات وليس من السهل اقتلاعها ولكن أنا في البداية لازل الطريق طويلا ولكن هناك أمل بالعلاقة مع الطريق الطويل والأمل شخصين أثناء لقاءاتنا وأحديثنا مع مجموعة من الفاعلات في الحق في الفعل المدني المتعلق بقضايا المرأة هناك حماس في التسعينيات ومع مطلع الألفية وبلغة يعني ربما مداه الأقصى في النقاش 20 فبراير ودستور 2011 الآن عند الحديث مع أغلب الفاعلات في المجال لدينا الانطبع بأنه ربما جوج الأحاسيس الإحساس له هو عينة هناك نوع من الإحباط والتعب وربما الإحساس الثاني أنه غياب أو ضعف الخلف في المجال المدني الجمعوي المتعلق بقضايا النساء هل تشاطرين هذه الفكرتين؟ في الحقيقة هاجس الخلف هو موجود منذ تقريبا عقد من الزمن عند أغلب الجمعيات الحقوقية سواء في مجال حقوق النساء أو في مجال حقوقي آخر لأن كما قلت سي جامع هو أن في الثمانينات والتسعينات ظهرت نخبة متقفة ذات توجه شيئا ما يساري أخذت على عاتقها بناء مجتمع مدني صلب في المغرب ولكن بعد عقدين من الزمن التسعينات والألفية الثالثة بدأنا نشهد هذا الركود وفي تقديري هذا الركود ما رده إلى أسباب عديدة أهمها هو الحياة السياسية التي عرفت ركود في المجتمع المغربي لم تعد السياسة تقوم بالأدوار التي كانت تقوم بها أقصد لم تعد الأحزاب السياسية تقوم بالأدوار الريادية التي كانت تقوم بها في السبعينات وفي الثمانينات ونحن نعلم العلاقة الوطيدة بين الجمعوي والسياسي فرغم أن الجمعية تكون مستقلة عن الأحزاب ولكن من ناحية الفكرية والإيديولوجية هناك ترابط ومن ناحية أيضا النضالية هناك ترابط إذن خفوط العمل السياسي أترى بالشكل أو بآخر على خفوط العمل الجمعوي ثم العامل الثاني هو ظهور ما يسمى بوسائل تواصل اجتماعي التي أصبحنا شيئا فشيئا نلاحظ أنها تحل محلة الفعل الجمعوي في مجال التعبئة في مجال التواصل فكثير من النضالات وكثير من الحراكات والإحتجاجات تمت عن طريق خلق الفكرة منها إذن فنحن نعيش متغير جديد في نقاشاتنا أو سجالاتنا أو جدالاتنا في المجتمع المغربي حول مجموعة من القضايا وخصوصا في قضايا تهم المرأة غالبا ما يثار جدل وتشنج واحتقان بين الطرفين واحد ينتصر لسمو المواثيق الدولية على ما يسمى بالخصوصية المحلية وطرف ثاني يتشبث بأن لنا خصوصية محلية لا يمكن أن تسمو على المواثيق الدولية هل في نظرك هناك تناقض ما بين العنصرين المواثيق الدولية والخصوصية المحلية أم هناك إمكان للتعايش بينهم ليس هناك تناقض في تقديري ليس هناك أبدا تناقض بين المواثيق الدولية والخصوصية المحلية لماذا؟ لأن هذه المواثيق الدولية هي سيرورة وامتداد تاريخي هي ليست صناعة غربية كما يريد أن يروج إلى ذلك المعترضون على المواثيق الدولية لا المواثيق الدولية وفلسفة حقوق الإنسان بشكل عام هي تمرت عمل ساهمت فيه مجموعة من الحضارات مجموعة من الثقافات مجموعة من الشعوب لماذا؟ لأن فكرة الحق هي فكرة طبيعية عند الإنسان فأينما وجدت ظلم وجدت الرغبة في التخلص من هذا الظلم ففكرة الحق وفكرة الحرية وفكرة الدفاع عن الكرامة الإنسانية هي فكرة قديمة في الفكر الفلسفي القديم وفي الديانات السماوية وفي الديانات الغير السماوية فنعتر على كتابات في هذا المجال عند الحضارة الهندية، عند الحضارة الصينية، عند بلاد الرافدين، عند الديانات السماوية إذن هناك سيرورة واستمرارية يمكن أن حقوق الإنسان أخذت شكلها الحالي الذي نتعامل به الآن بعد الثورة الفرنسية ثم بعد إصدار متاق حقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية ولكن لا يمكن أبدا أن نفصلها عن جدورها التقافية والإنسانية والفكرية من هنا الحقوق الإنسان بدلالتها الشمولية هي ما هي إلا عصارة مجموعة من التجارب ونقصد بالتجارب الخصوصية، لأن كل تجربة لها خصوصية وهذه المسألة ليست متروحة عندنا في المجتمع المغربي فقط والمتروحة في مجموعة من المجتمعات لأن مواثق الدولية في نهاية المطاف تدعو إلى قيم ومعايير لتبعد إنساني لا نجدها تختلف إطلاقا مع ما نسميه نحن بالخصوصية إذن في تقديري هذا النقاش موضوعي يجوز أن نخوض فيه ولكن لا يجب أن نسقط في مطباته وفي إكراهاته الشكلية وأحيانا في مزايدات إيوها أنت قلتها أستاذ دكتور تتحدثين في بعض حواراتك وكتابتك عن ما يمكن أن نسميه طريقا ثالث في هذا النقاش وهو النسائية الإسلامية ما المقصود بها النسائية الإسلامية هي تيار في الحركة النسائية العالمية ظهر في أواصل التمانينات وظهر من طرف باحثات ومفكرات نسائيات إسلاميات إسلاميات بمعنى مسلمات أي أنتمين إلى الدين الإسلامي ولكن خصوصية هذا التيار هي أنه ظهر من طرف مفكرات يعيشنا في مجتمعات مختلفة في أمريكا في جنوب إفريقيا في إيران في تركيا في أندونيسيا في المغرب وبالمناسبة هناك من يعتبر راحلة فاطمة المرنيسي من المؤسسات الأوليات لهذا التيار في المغرب يمكن أن نلخص فلسفة هذا التيار في القول التالي وهو أن قراءة النصوص الدينية في الإسلام كانت دائما مسألة يقوم بها الفقهاء الرجال بالدرجة الأولى وهؤلاء المفكرات النسائيات وأغلبهن متخصصات في علم الأديان وفي الفكر الإسلامي بمعنى يتكلمنا عن دراية وعن بحث فيعتبرنا بأن لا توجد أي آية قرآنية أو حديث نبوي يحرم على النساء أن يكوننا فقهات أو أن يدرسنا الدين بعمق وأن يقومنا بتأويل أيضا النصوص الدينية وفي رأي هذا التيار مسألات الخصوصية مرة أخرى أن مشاكل التي تعاني منها المرأة المسلمة في بعض جوانبها تختلف عن مشاكل التي تعاني منها المرأة الغربية إذن علينا نحن أيضا أن نبحث عن شلول في تراتنا وفي كتب الفقه ومن هنا دعوة هذا التيار إلى ضرورة قراءة الديل الإسلامي قراءة متفتحة متسامحة يقوم بها النساء هناك مجموعة الأحداث عرفتها المغرب ومحيطه الإقليمي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وما يصطلح عليه أحيانا بالمنطقة العربية منذ ما سمي أنا ذاك ربيعا عربيا هناك فكرة لا أدري هل تتفقين معها أم لا مفادها أن المرأة ربما هي أبرز ضحية لهذه الأحداث التي عرفتها المنطقة منذ 2011 أن نقول أن المرأة هي أبرز ضحية ربما لا أكون متفقة لأن القتل والدمار والعنف يشمل جميع يشمل الرجال والنساء والأطفال والشيوخ وكل الناس ولكن يمكن أن تكون المرأة ضحية في وضعية الحروب وفي وضعية العنف في أشد صوره كما نعيشه في أغلب البندان العربية حاليا لأنها إمرأة لأنها تحتل موقع يسمح لمتحكمي في تدبير السياسي والتدبير الحربي بأن يجعل منها ضحية حرب الأبرز مثال هو ما تابعناه في العراق وفي سوريا الاحتجاز النساء كرهاء واستغلالهن كأمات وبيعهن وشرائهن وفرض عليهن ما سمي بزواج أو نكاح جهاد النكاح إلى غير ذلك في مثل هذه الوضعيات فعلا تكون المرأة معرضة أكثر للعنف ومعرضة أكثر للدمار أما ما نراه حاليا في المجتمعات العربية يبدو لأن الكل هو ضحية هو ضحيته من النقاشات المجتمعية الأخرى التي تثير تشنجا واحتقانا لما تطر في المغرب هو نقاش الإرث يفتح ينقسم المجتمع إلى قسمين وتشنج وأحيانا سباب متبادل ثم يغلق بشكل مباغث ولا نحقق تركه ما ليعادل فتحه بعد مدة ونعود دائما لنقطة السفر في نظرك لماذا يثير كل هذا التشنج؟ هل لأن فيه مصالح مادية؟ هل لأن فيه علاقة بالمرأة كذلك لأن عندما نتحدث عن المرأة تثير التشنج؟ فعلا موضوع الإرث هو موضوع شديد الحساسية وكما قلت أنه يتار بسرعة ثم يغلق بسرعة لأنه موضوع مرتبط بصراحة بما هو سياسي وبما هو ديني وبما هو اقتصادي فسلطة الرجل هي سلطة مادية وسلطة رمزية الإرث في تقديري تلتقي فيه هاتين السلطتين السلطة المادية والسلطة الرمزية لهذا نجد أن المعارضين يرفعون في لغتهم ويستعملون مصطلحات كالخط الأحمر والتوابت والمقدس إلى غير ذلك وهي الطريقة أعتقد أنها مفتعلة ومقصودة لكي يغلق النقاش بسرعة في هذا الموضوع ولكن إذا فتحناه كما قلت وفتحنا النقاش الهادي حوله سنجد أنه موضوع كباقي المواضيع النصوص الدينية قابلة للنقاش وقابلة للتأويل وقابلة للإجتهاد أيضا فالسؤال هنا هو لماذا نعلم أن في المغرب في مناطق كثيرة في المغرب النساء يحرمنا من الإرث وحتى إذا تشبتنا بحرفية النص الذي يقول للذكر مثل حد الأنتيين إذن فلماذا هؤلاء المعارضين لا يحتجون على عدم استفادة المرأة من هذا النصف هذا السؤال لماذا لا نطرح التشبت بالنصف في قضايا مشابهة مسألة السرقة مثلا هل لازم نطبق قطع اليد في السرقة؟ لا نطبقها ثم هناك مسألة تبدو لي أكثر دقة من هذه المثالين وهي مسألة الزكاة الزكاة تعتبر من الأركان الخمسة في الإسلام هل لدينا نظام لمراقبة الزكاة في المجتمع الإسلامي؟ هل نعلم من يدفع الزكاة؟ من يدفع ومن لا يدفع إذن لماذا في كل هذه المواضيع هناك تعامل هادئ وهناك تجاوز وقبول بدونه ولكن المسألة الإرد لأنها مسألة تضرب في صميم المجتمع البتريكي وفي صميم السلطة الدكورية نعم ملف آخر أو محور آخر أستاذ ابن عدادة أنت اشتغلت لمدة 15 سنة في التدريس للتعليم الثانوين بعد هذه سنوات طويلة في الجامعة إلى حدود اليوم يعني بأنك ركمت من الخبرة وأجيال مرت من أمامك سواء في الثانوي أو في الجامعة أنا أقول لدينا أسهلك هل أنت مع فكرة أو فكرة أخرى فكرة الأولى تقول بتراجع مستوى المدرسة والثانوية والجامعة بشكل عام ووجهة نظر أخرى تقول بأن ربما هذا الحكم ينبغي تنسيبه على اعتبار أنه مثلا في الجامعة في حقول مثلا العلم الاجتماع والأنتربولوجيا ما نطبعه من دراسة ومن كتب في هذا الآن يتجاوز بأضعاف أضعاف ما كنا مثلا ننتجه في السبعينيات والثمانيات وغيرها فأنت مع أي من الموقفين أنا مع الموقفين معا هناك مؤشرات الأزمة ومؤشرات تماما الرأي الأول الذي يقول أن النظام التربوي التعليمي في المغرب حصل فيه تراجع كبير هذا شيء لا جدال فيه ونلمسه على عدة مستويات سواء في الابتدائي أو في الإعداد والتنوي أو في الجامعي أعطيك مؤشر فقط وبسيط وهو القدرة على التواصل التلميذ المغربي أو الطالب المغربي للأسف بشكل عام لا أعمم لديه الصعوبة في أن يتواصل ويبلغ أفكاره بطلاقة وبسلاسة ما هو السبب؟ السبب هو تراجع الحاصل في التحصيل المعرفي وفي التحصيل اللغوي لأن اللغة ليست هي أداة للتعبير فقط اللغة هي فكر نعبر عن أفكارنا باللغة إذن إذا افتقدنا اللغة بطبيعة حال نفتقد معها الفكر والمثال الثاني الذي أعطيته أن هناك إنتاج هذا شيء إيجابي ونلاحظه ونسجله السبب يعود هو أن أعداد الطلبة مثلا السبعينات والثمانينات كان أقل بكثير من أعداد الطلبة حاليا إذن فنسبة المجتهدين والباحثين ارتفعت وبدأنا نستفيد من هذه العطاءات ومن هذه الكتابات من حسن الحظ ولكن هذا لا يجعلنا نغض الطرف عن حقيقة مفادها أن التعليم في المغرب في أزمة والمنظومة التعليمية في أزمة وفي حاجة إلى مراجعة من السلك الابتدائي إلى السلك العالي بعلاقة مع المدرسة الدكتورة ابن عدادة هل في نظرك ممكن أن تكون المدرسة والتربية والتكوين بشكل عام وبما عنصر من عناصر تكافؤ الفرص بين الجنسين بين الذكور والإناث ومعالجة الاختداد التي تحدثنا عنها في وقت سالف بكل تأكيد بكل تأكيد المدرسة هي ثاني مؤسسة للتنشئة الاجتماعية لها أدوار طلائعية في مسألة التربية وفي مسألة التنشئة الاجتماعية خاصة في المرحلة الراهنة أقول في المرحلة الراهنة التي تشهد تراجع شيئا ما في الدور الوظيفي للأسرة بحكم اشتغال الأبوين وغيابهما دائم عني البيت إذن فالمدرسة تلعب دورا أساسيا في نقل قيم في نقل معايير في نقل التقافة الحقوقية تقافة المساوات تقافة على المواطنة هذه كل أدوار يجب أن تقوم بها المؤسسة التعليمية من الابتداء أقول إلى الجامعي وهل الأمر يهم تكافؤ الفرص بين الجنسين بطبيعة الحال نعم لأن الطفل في البداية يتقبل بسهولة ويسجل بقوة كل ما نقدمه له من أفكار إذا علمنا الطفل منذ البداية تقافة المساوات وتقافة حقوق الإنسان سنربحه في المستقبل لن نكون مضطرين لكي نقوم بتوعيته وتحسيسه سواء الطفل أو الطفلة لكي يتلقها التربية إذن أن نزرع فيه التقافة هذه من البداية نضمن مسيرة تعليمية ناجحة ونضمن مواطن منخرط في المجتمع هناك فكرة أخرى أريد وجهة نظرك فيها أستاذ بن عدد لها علاقة بالجامعة وأنه تخصصات مثلا مثل علم الاجتماع والأنتروبولوجيا وغيرها هناك من يسجل بأن صانعي القرار كيفما كانوا سياسيا واقتصاديا وثقافيا ربما لا ينصطون للمشتغلين في هذه الحقول والتي ربما ضرورية لبناء سياسات عمومية لإنتاج قوانين لتدبير عدة مرافق فهذا التغييب أو هذا الغياب في نظرك من المسؤول عنه وربما كيف يمكن تجاوزه؟ هذا التغييب أولا هو هدر حقيقي للطاقات وهدر للمجهودات التي تبدلها سواء وزارة التربية والتعليم أو المجهودات التي يبدلها الباحثون والفاعلون لأن بالفعل في شعب العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بشكل عام تطرح قضايا جد جد مهمة وكما قلت قادرة على أن تساهم في بناء سياسات اجتماعية ولكن للأسف هناك شبه قطيعة بين البحث العلمي وما تنتجه الجامعة وبين مراكز استخاذ القرار أعطيك مثال في شعبات علم الاجتماع تناقش سنويا أبحاث ورسائل الدكتورة في مواضيع جد جد حساسة تهم التعليم تهم سياسات العمومية تهم الفقر والهشاشة تهم الصحة تهم المرأة المهاجرة الإفريقية التي أشرفت عليها قبل أيام وهي نقاس آني بالفعل تهم كل المواضع الآنية والحساسة في المجتمع ولكن للأسف الشديد هذه الأبحاث تبقى نتائجها تدور بين النخبة المتعلمة والمتقفة وربما هذه المناسبة ندعو فيها المسؤولين لكي يلتفتوا إلى الباحثين في هذا المجال وفي المقابل هناك فتح مجال لكائنات تترمى على هذه التخصصات وفيها مسؤوليتنا كإعلام سامحنا الله التي تنتعيش وتملأ بعض وسائل الإعلام بحجة أنه ربما البحث في المجال الاجتماعي وباحث الاجتماعي رمأن هذه الصفة لا وجود لها على الإطلاق تماما أترت هذه النقطة وهي أساسية جدا ولها أتر سلبي كبير على المتلقي يوميا نسمع خاصة في وسائل الإعلام المسموعة برامج توظف أشخاص يقدمون أنفسهم بصفة متخصص في التنمية البشرية متخصص في العلوم الاجتماعية متخصص في العلوم النفسية ولكن لما تنصت إلى المضامين التي ينطق بها هؤلاء تكتشف بأنهم بعيدين كل البعد عن التخصصات التي أشاروا إليها وفي تقديري هذه مسؤولية المجلس الأعلى للإعلام أحكد لك هيئة العليا الاتصال سمع الوصل نعم نقطة أخيرة أريد وجهة نظرك فيها أستاذ بن عدد من خلال تجربتك أنه كما قلت سابقا أجيال من الشباب مرت من أمامك هل لاحظت من خلال تجربة أن هناك من ينصت أولا لهؤلاء الشباب لأن الأمور التي تثار من الاحتجاجات والتوترات والاحتقانات ربما بسببها غياب المنصت سواء من تنظيمات سياسية والجمعوية والنقابية ومن الدولة ثم سؤال ثاني علاقة الشباب مع القيام هل هناك تغير هل هناك تبدل هل هناك مسعى نحو قيم الحدثة أم ربما نحو قيم أخرى غير حديثة بالنسبة للسؤال الأول فعلا نلاحظ غياب شبه مطلق للحوار بين الشباب وبين الأطراف التي ينبغي أن تكون في خدمة الشباب وأن تنصت إليه أعطيك مثال أننا في شعبة علم الاجتماع لسنوات كان أشرفنا على إجازة مهنية خاصة بالمساعدين الاجتماعيين وتخرج منها عدد كبير من الطلبة والبعض منهم أسسوا جمعية خاصة بالمساعدين الاجتماعيين وهدفهم هو أن يصبح المساعد الاجتماعي له وضعية أولا قانونية خاصة به وأن يقوم بالأدوار المناطة به أهم هذه الأدوار هو التواجد في المؤسسات التعليمية من الابتداء إلى التنوي في تقدير كل مؤسسة مؤسسة إلا وهي في حاجة على الأقل إلى مساعد أو مساعدين للتواصل مع التلاميذ والإنصات إلى مشاكلهم محاربة مجموعة مدوهات والمخدرات وأمور كثيرة وأستغرب كيف أن القطاع الخاص التعليم الخاص الذي لديه إمكانية كبيرة ويجني أرباحا طائلة من هذه المهمة ولكنه يرفض أن يوظف مساعدين اجتماعيين إذن أعتبر أن الدولة هنا يجب أن تتدخل يجب أن يصبح للمساعد الاجتماعي وضع قانوني يسمح له بأن يقوم بمهامه أما الشباب والقيم الشباب والقيم فعلا القيم كبقي الظواهر الأخرى في المجتمع تعيش في دينامية متواصلة وتتأثر بجميع المتغيرات التي تحدث في المجتمع ويمكن أن نقول أن في العقد الأخير أبرز ما أترى في صنع هذه القيم هي مواقع التواصل الاجتماعي أي أصبحت لنا قيم جديدة بحكم التواصل الدائم عن طريق هذه المواقع أما أين تسير هذه القيم ففي الواقع هي تسير في الاتجاهين ولكن بحكم تجربتي ألاحظ أن التيار المحافظ والمتشدد للأسف والرافض للحوار هو التيار الغالب وهذا تراجع أعتقد أن في الثمانينات كان العكس هو الصحيح الآن نسير في اتجاه تراجعي أي أن رغم كل هذه الإمكانية المتاحة للثقافة والانفتاح على العالم الخارجي ولكن الخلاصة هي أن الفكر يسير في اتجاه التشدد وهذا ليس شيئا خفيا فنحن نشاهد مظاهره يوميا في كافة المجالات وربما ليس خاص بالمغرب فقط بالعديد من دول المنطقة في سؤال الأخير أثرت نقطة وسائل التواصل الاجتماعي ولد وجهة نظرك هل ربما تمنح فرصة التعبير لوصول المواقف ربما للتنديد بعض الضواهر المشينة بحملات تبرع مثلا مع ضحايا أشياء مختلفة أم ربما هي فضاء للتشهير والقدف والمس بحياة الناس أو ربما هي للأمرين معا ويبقى الاستعمال الأفضل هو الحل بالفعل مواقع التواصل الاجتماعي هي تبدو لك المختبر توظيفها هذه المدة القصيرة أي ظهرت من 2007 إلى الآن أفرز مجموعة من الضواهر وأفرز مجموعة من السلوكيات التي هي في الواقع انعكاس لما هو موجود في المجتمع فلا يمكن أن ننفيذ دور الإيجابي لهذا المواقع تمنح الإمكانية للتواصل بأسرع وقت ومع أوسع أكبر عدد ممكن من الناس وعلى أوسع النطاق فهذه كلها إيجابيات لا يمكن أن ننكرها كما أنها ساهمت في دمقرطة المعلومة وفتحت المجال للناس الذين كانوا يفتقدون للقدرة على التعبير أو الإمكانية ليست لهم إمكانية التعبير أصبحت تمنحهم هذه الإمكانية ولكن ككل الضواهر أفرزت ضواهر جديدة التي هي للأسف كما أشرت فيها استغلال هذه الحرية وتصريفها في ضواهر سلبية وفي المساس بالحياة الخاصة للناس وللتشهير بهم أحيانا ربما الحل وما يسميه البعض بالتربية الرقمية يعني التربية على الاستعمال الأمثل أو أيضا القوانين التي صدرت في الجريمة الإلكترونية ربما مع المدة ستساهم أيضا في حد من هذه الضواهر دكتورة أسماء بن عدادة أستاذة علم الاجتماع بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بفاس والفعل الحقوقية النسائية شكرا جزيلا لك على هذه الجلسة المفيدة والممتعة شكرا الأستجام على الدعوة وإلى فرصة قادمة شكرا مشاهدين الكرام شكرا على حسن المتابعة إلى الأربعاء المقبل إلى اللقاء شكرا على المشاهدة